النهاردة وأنا بفرج على المباراة والأرقام بتاعت المباراة بتطلع كل شوية ده في رقم يخد ده في رقم يخد بعد ربع ساعة من المباراة بعد ربع ساعة من المباراة كان منشستر سيتي عامل 112 تمريرة تقريبا كان ريال مدريد عامل 28 تمريرة مش عارفيني مسيهوا كورة وأنا مش أسيبها لك عشان تعف تلعب أصلا سنار ده أسيبها لك إيه ريال قدم مباراة وحشة أنا بخدت شكورة عشان ألعب مباراة حلوة هو مسيه هالي أنا مش عارفة أخدها منه أصلا استحواز 80% لـ 20% أول ربع ساعة أنت بتتكلم في 25 دقيقة مجمل بساط ريال مدريد الصح مش مجمل بساطه كلها الصح كان 11 تمريرة وريال مدريد ده بقى اللي في مين يا جماعة يعني ملوك التمرير المفروض يعني توني كروس ولو كمودريدش وبالفردي وبنزيمة وبنسيوس ورودريجو وكل الحاجات الحلوة دي بس بتلعب وحوش يعني بتلعب عند إيه برناندو سيلفا النهار ده هجماعة مش طبي وبرجله الشمال حلو برجله اليمين حلو بينماه حلو إنتوا عارفين بالمناسبة يعني الجول الأول اللي جابه منشستر سيتي النهار ده يا ليدك عارف لو معنا الحالات دي وفيديوهاته وبتاع كنت وريتك فيلم حلوة أوش أول هدف لمانشستر سيتي ده لازم يتحط في كل كتب التدريب وكل الناس تترسوا بقى في مصر وفي العالم وفي كل الدنيا كمية تحرقات وفتح مساحات تخوف لعبة الريال تعمل كده يمين شمال يمين شمال أنا مش عارف مين بيتحرك فين ومين جاي منين لحد ما برناندو سيلفا جوه منطقة الجزاء واقف لوحده في كرة متحركة عادية مش هجمة مرتدة مش أي حاجة واقف لوحده وبيستلم وبيختار الزواج اللي يشوت فيها حفرتك الفرقة يعني بيب جورديوه تفكيره ايه هفرتك المنافس مش انت منظم أنا هعرف ازاي فككك تيك 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 وتحرك وكل لعبة تتحرك كل حد ويعنيه ستونز في نص الملعب يعنيه يعني يعنيه تشابه ألونسو في باين مينيخ في خاط الدفاع تشابه ألونسو حي من أفضل لعبة النص حطه في سنتر باك عشان يطلع بالكورة يعنيه أصلا ليونيل ميسي اللي هو كان صانع علعاب أو جناح تحطه مهاجم وتعمل خطة جديدة اسمها فونس ناين وشادو سترايكر ومبقاش فيه مهاجم صريح وتقلف التأليف دوت وتكسر بيه الدنيا يعني ايه شخصة أصلا أنا بقولك في المطلق والله مش بس على مستوى التدريب عنده هذا الكم من الكرياتيفتي والإبداع طول الوقت ما بتهداش ما بتستريحش ما بتقولش مثلا عندي فكرة هكمل بيها شوية ده كل كم مطش عنده فكرة جديدة وعنده حكاية جديدة تخلي أي منافس ما يقدرش يفهم أنت بتعمل إيه طيب المنافس ما بيفهمش أنت بتعمل إيه إزاي بيقدر بيب جورديولا يقنع لعابته بهذا الكم للتغييرات التلكتيكية طول الوقت إزاي شوية ألاقي برداندو سيلفا جناح عيمن شوية ألاقي وسط ملعب مدافع ألاقي صنق علعاب ألاقي موجود على الشمال هاتلي ديبرولان خليه مهاجم تاني لا خليه تحت المهاجم لا خليه صنق علعاب لا هتقولي بقى شوية عالطرف هاتلي ستونز حطوا في نص الملعب بدلا ما يبقى مدافع طب بص أكنجي أنا عندي مشكلة في الليفت باك أنا مشيت كانسيلو في يناير والناس قاعدت تعيب علي طب هات أكنجي على الشمال أو أكي حط واحد فيهم طب الاتنين دول أصلا سنتر باك بتحطوهم على الشمال إزاي أنا بعرف ألعب إيه يا جماعة ده ترجمة نانسي قنقر